ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت ابن قيس ابن شماس ثابت ابن قيس ابن شماس لأنه كان خطيبا رسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان رجلا فصيحا وكان خطيبا رسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد من الوفود كما أن حسان رضي الله عنه هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إذا جاء شاعر مع الوفود وأنشد جاء حسان فأنشد ربا عليه وتأييدا له فهذا شاعر الرسول وهذا خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس الذي قتل في اليمامة رضي الله عنه نعم وكان رجلا جهوري الصوت فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض اختفى في بيته اختفى في بيته فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنه في بيته فذهبوا إليه اسألون لماذا قال لأني أرفع صوتي لأني أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى عني في النار قال لهم قولوا له هو في الجنة قولوا له هو في الجنة فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا معنى ثابت بن قيس بن شماس نعم نعم